الأخطاء اللي ارتكبت بالألفين وثلاثة أخطاء يعني أخطاء بداية إذا نتكلم بصورة مهنية فهي أخطاء بداية أخطاء غبية غبية تماما وليست غبية بهذه الصورة أنتوا بلد احتاليتوا من أجل أسقاط نظام معين ما شيء هسا أنتوا مسيطرين على العالم وعلى كل الكرة أرضية تقريبا لكنه دخلتوا على هذا البلد اللي تعرف منهك من حصار استمر 12 أو 13 سنة دخلتوا طيب يعني أول خطأ كارثي هو حل الجيش العراقي هذا ثق وأعتقد لو لم يحل الجيش العراقي لا كان شفنا حواسم لا كان شفنا ميليشيات لا كان شفنا أي أي شيء في وقتها يعني أنا أتكلم لا كان شفنا داعش لا كان شفنا أي شيء كان الجيش جيش قوي وجيش عندنا جيش كبير جدا اترك شوية يعني زعزعت بعض الأمور عندنا نتيجة الهجوم هذه لكن كلهم يعني احنا ولد المؤسسة العسكرية كانوا كلهم لهم رغبة بأنه يعيدون نفسهم ومباشرة يسيطرون على مفاصل الدولة ما أحد كان يقدر يسيطر على مفاصل الدولة بس الجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية مزيد انتو اجدت حكومة جديدة وأنا متأكد ومتأكد مثل ما متأكد أنا الآن أمام شاشتكم كان جميع من القوات الأمنية سواء من جيش العراقي خلي أقول لك تسعين بالمئة كان ممكن أن يتقبلون الوضع الجديد خلاص صدام راح انتو يعجبكم تشتغلون هذا الموجود مارس ومحامكم